نلوح للنقطة الإجابية بعد تقلق الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة هل تتوقع أن يكون هناك طاكم تحكيم مصري أو أكثر من حكم مصري موجود في كأس العالم 2026؟ بص يا كريم الحقيقة أن كل واحد أو كل واحد بيأخذ على قد مجهود اللي بيعمله لو إحنا تكلمنا دلوقتي عن كأس العالم طبعا أنا شايف أني ممكن حياة كتير تحصل مختلفة بالوضع اللي احنا شفناه في أمم أفريقيا بس طبعا أنا أتمنى طبعا أني ده ممكن يحصل ولكن أنا مش هكتب عليك أنا في الوضع الحالي ما عنديش تفكير في الموضوع ده يعني أنا مش قادر أفكر في حاجة لأن اللي أنت قلت دلوقتي ده خلاني أفكر كتير في اللي أنا عملته بس برضو في نفس الوقت يعني خلينا نتفق أني في 37 دولة في العالم ومحدش عارف مين اللي هيبقى مشارك في كأس العالم من الحكام ولكن أنا دايما كنت بشتغل ودايما كنت بحاول أقدم اتنين ودايما كنت بحاول يبقى عندي اتنين مختصين أعرف أدخل بيهم كأس العالم أعرف أدخل بيهم كأس العالم والعالم كله يشوف في فرق في التحكيم بالذات المصري ولكن مش كل حاجة احنا عايزينها ممكن تحصل وأنا من اهتماماتي وده شغلي إن أنا دايما أحسن من التحكيم وإن أنا أحقق إن أنا أقدر أدخل على الأقل حكمين مصريين في كأس العالم اللي جاي هو ده هدفي هو ده تفكيري هو ده الطريقة اللي أنا بحاول أشتغل بيها دلوقتي